اشتركوا في القناة الشاب عماد فهمي الذي حاول انقاذ الطفل ريان يوجه رسالة مؤثرة الى المغاربة نشر الشاب عماد فهمي تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام جاء فيها قمت بحلف كل ستوريات السابقة ليكن هذا اخر واحد واخر رسالة انا لم اقم بذلك العمل من اجل الشهرة هذا كان عملا تطوعيا كنت قد اديت عليه القاسم في سنة 2016 ان اكون دائما في الصفوف الامامية من اجل الانسانية ومساعدة كل محتاج وخدمة الوطن ونكران الذات هذا ما تعلمته في منظمة الهلال الاحمر لذلك لو كانت نيتي خبيثة لكنت استغلالته طيبوبة المغاربة وحبهم ومشاعرهم من اجل اغراض مصلحية نفعية كباقي الحمقى في المواقع التواصل الاجتماعي اتمنى ان يرتقي الوعي فالقعر مزدحم واتمنى من الجميع ان يحب الوطن على قول الاستاذ لطفي بوشنق خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن ليضيف الشاب عمد فامي بعدها قصة اخرى جاء فيها قمت باقفال الصفحة لان الامر خرج حقا عن السيطرة سيقتصر هذا الحساب فقط على الاصدقاء ما قبل حادثة الطفل ريان انا حقا اقدر تعاطف المغاربة لكن حتى وحدك اتخنص شواري في امان الله سانسحب في صمت فهذا العالم حقا مزعج شكرا لكل رسائل الايجابية وتعليقاتكم المليئة بالحب ولا عزاء للحاقدين من الافضل لان اعود نكرة لا احد يعرفه فالراحة النفسية قبل كل شيء عملي كان لله وحده وللوطن وللانسانية لا ارد مقابل تحياتي لكم وما ودتي نصحة اخيرة هذا الوطن بحاجة لشباب وطني وطموح من اجل غد افضل ارجو ان اكون ضيفا خفيفا على قلوبكم كل الحب للمغاربة والوطن ولا غالب الا الله وفي درداشة خفيفة لنا مع الشاب ما تفهمي على الفيسبوك قال لنا انا دائما اقول انني ابن منبت الاحرار ومشرق الانوار ولا غالب الا الله يعني عملي كان لله وللوطن وللانسانية لا للشهرة ولا للمال لان في النهاية هذا هو المجال الذي اجد نفسي فيه كل ما اقوم به هو جبر للخواطر ومن سعر بين الناس جابرا للخواطر احرجه الله من جوف المخاطر وختم متسائلا لكن من يجبر بخاطر انا اشترك الان في قناة اشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواقع تيفي شريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة